يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيتابعونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى أنا عايزكم النهاردة تركيزوا معايا قوي ستات ورجالة ورجالة أكتر شويتين تلاتة النهاردة لأن أنا النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا جتلينا الرسائل كتير عليها لصفحة البرنامج وبصراحة الموضوع مهم جدا جدا هتكلم النهاردة على العنف اللي ممكن تتعرض له أي ستة في حياتها بكل أشكال وأنواع وأكيد مفيش إنسان في الدنيا سوي وعنده أخلاق ومتربي ممكن يقبل حاجة زي دي على مراته أخته بنته في راجل جدع مصري كده بنقصول يقبل الإهانة على ست من أهل بيته أكيد لا ده لو أخته حد بس عكسها ولا حد تكلمها كلمة في الشارع بتلاقي نزل عمل جريمة في الشارع فتخيلوا بقى لما تكون مراته الست الجدع الأصيلة عمود البيت اللي بتقف جنبه في وقت شدته واللي بيكون سنده وضهره لو مرد أو تعب وكمان ممكن تكون فلوسه لما يحصل له أزمة مادية يعني حقيقي يعني لو إحنا قرينا كل المقالات وكل الدراسات هنلاقي إن الست المصرية دي من مندونا عن ستات العالم كلها الست المصرية دي ممكن تبيع كده دهابها وسيغتها وانا في الحلقة اللي فاتت واخدوا كل حاجة دهابها وسيغتها عشان تقف جنب جزء طيب هل الست بقى اللي بتستحمل العنف دي اللي هي مضطرة؟ ما هون برضو معلش برضو يعني لازم نبقى وقعيين مش كل الستات معاها فلوس تقدر تعيش لوحديها مش كل الستات مستقلة ماديا عن جزء فيه ستات مضطرة هو اللي بيصرف على البيت هو اللي فاتح البيت هو اللي بيصرف على الولاد ما عندهاش مصدر فلوس تاني أهلها ما بيدهاش فلوس هي ما بتشتغلش المضطرة دي بقى بتستحمل الإهانة بس إيه اللي بيحصل فيها بعد كده؟ هل بقى الإهانة والعنف اللي بتستحمله ده؟ ما هو ده جيل بقى بيسلم جيل ولادها بقى اللي شايفينها بتتضرب وبتتشتم قدامهم أعتقد إن نفس الولد ده اللي هيكبر يضرب مراته في ليلة فرحة زي ما شفنا كده لما خرجت ملك وفرح مديها العلقة فالسيكلوجية النفسية للراجل اللي بيهين الست واللي بيعنف الست واللي بيهنها 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 قدام أهلها قدام أولادها بيهنها بينها وبيهنها وفي نفس الوقت أنا النهار ده معايك وعشان أعرف برضو الست دي لما بتستحمل ليه؟ رقم واحد يعني إيه أنا استحمل حد بيهني وبيضربني وبيسبني؟ طب ولو أنا استحملت أنا من جوه هبقى طبيعية؟ ولا هبتدي بعد كده هبقى مريضة نفسية ولازم أتعالج؟ طب إلا أنا بربيهم بربيهم صح ولا بربيهم غلط؟ لأن الموضوع مش بس بيبقى ست الموضوع بيبقى بيت كامل متكامل النهار ده هنتكلم عن العنف النهار ده هنتكلم عن الراجل اللي بيهين الست وبيعنفها النهار ده هنتكلم عن الراجل ده الراجل ده مريض نفسياً؟ الراجل ده إيه؟ طب هل الراجل ده ممكن يتعالج؟ الراجل اللي بيدرب ويشتم ويسب يعني فيه أمل منه يعني الست اللي بتسفرج علينا دلوقتي هتبقى مستنية إيما أنت أقول لها تعمل إيه؟ وهل فيه أمل منه يتصلح ولا لا؟ هنقول ده النهار ده شكرا